السلام عليكم ومرحبا بكم في النوفل فيديو انشاء الله على فيديو نهار اليوم تلقاكم بخير وعلى خير اليوم جيت نحكي معاكم ونقول لكم على الجنس المولود ديالي هقدر تفرحوا معايا عائلتي التانية بما انو راني نتقاسم معاكم بزاف امور ومن جهة واحدة اخرى نعاتبكم شوي يا برك لانو خليتوا القناة التعناة تهبط ولكن عندي امل يعني فربي سبحانه وفيكم نعاود ونطلعوها باش الجهود تاخدكم سيسي ما تروحش هبائم ودوكب لما نطول عليكم وبلا سيسبانس ربي سبحانه ورزقني بالنوتا كيما كنت متمنية ربي من هاد المنبر يرزق كل واحد ولا كل واحدة ما عندوش الدرية ونقول لكم بلي هاد يعني نعمة من عند ربي سبحانه صح مسؤولية كبيرة ولكن نعمة ما ترقديش في الليل تعاني في الولادة يعني في الحمل حبيتهم قول عفوا من بعد في الولادة ولكن نعمة من عند ربي سبحانه اللي هنا رح من جهة وحد اخران نتقاسم معاكم مشترياتي للبيبي ولكن احنا نتقاسم معاكم الحوايج اللي يتيل بعد تجربتي الثانية هنا يا كنت شريت هادك دوزر يعني تعال الحليب يساعد بزاف خاصة في الصفر هنا يا للريضاعة المختلطة طبعا مش مدقولوش هكي تشجعي على الرضاعة الصيناعية هديك لابغوس تاع لبيبغان هادك بيبغان تاع ازجاج انا شهد غير واحد صغير وواحد كبير وهديك تيتين للتبدال لهنا يا لباظوار بما انو كنا نهضروا على الرضاعة لباظوار اللي فيه نيلون من تحته هو اللي عملي اكثر فاكثر هنا يا هاده السريبتا ولا يعني السربيتا اللي ندوشو كين دوشو البابي انو نلبسوها له هادو ما الكبار يجو عمليين خير من نشرو لهم هادك صغتي دبان صغير هاد يعني فيها عدة قطع ولكن انا ركزت لكم فقط باش نقولكم اشروو حاجة كبيرة ماشي حاجة صغيرة تم تم توليش اللي هنا يا لبوني هادا هادو كريديوات صغير هادو كريديوات صغير طين هادو نوريلكم فيه تعقى طيفة بزاف هايلين يديرون غير بكنز ميل ولا بعشر علاف ماشفيت انا شريت في اللولين اللولين اللو اللو الابيض والوردي يعني ما تكتروش بزاف لانو البيبي تم تم يكبر فقط الحوائل اللي راح نحتاجهم في اللول ولا هنا اللي بودي ولي كولان انا هنا كنت شريت دومي ماش شريت صو ماش وشريت بلي ماش ولي كولان اللي انو كاين دي جرون وياق اللي جوا مفتوحين فلازم نضيروا ان كولان من تحته سينو اللحم تاع البيبي يقعد بعين على هادي حبيت اكدلكم على هاد المعلومة لانو على بل بلي كاين عيدات فيديوهات في يوتيوب يبرو لكم المشتريات تاع البيبي ولكن انا حبيت الاساسيات ماشي غير المشتريات فقط وهديك هادية الغاز اللي كتوفوا فيها سيتون كوفيرتور كيف كيف شريتها كبيرة لانو على بل بلي راح يجوني حيجوني صغار وفعلا جاتني هدية وحدة صغيرة اللي جرون وياق ننصحكم عن تاني تجربة 23 صغار يعني اموة والباقي اللي كبار بسكو البيبي كيكون يعني على حسب الحجم تاع البيبي طبعا انا في وليدي اللي اول ربي يحفظو تاني مشريت غير تاتلت شهور تاتلت شهور حتى اختي ربي اطهمت من ان شاء الله يحقق لها امانيها خرجت وشرات له ثلاثة صغار بسكو كان يلعب فيهم الداخل وبالتالي حبيت نقدم لكم هاد النصيحة تانيك وهادو ما سيدي جرون وياق تاع بنت اختي صوفيا ربي يخليها الماليها ان شاء الله عاودت جبتهم من عند اختي عاودت لهم غسلة لانو كانوا مخبيين وستعملتهم وتقسمت الفكرة معاكم خصيصا لانو هذا ما شيعب بالرغم من اني شريت البنت يا فايس ولكن ما في هاوالو نتبادلو في مبيناتنا وهذا يمدل هذا وهذا يتفكر هذا وهذا يباصل هذا خل ما نقعدو نشرو نشرو واصلا لو بيبي راح يستعملوهم فترة وجيزة ولا هنا حبيت كامل ترفعو يديكم وتقولو يعني وندعيو ربي سبحانه يرزق كل المشتاق للدرية الصالحة يعني ربي سبحانه حنين كريم ان شاء الله اي انسان ولا انسانة تكون محرومة من الدرية ندعيو لها من هاد المنبر ربي يعمر حجرها وهنا نكونوا لحقنا للنهاية تاع هاد الفيديو اللي ركزتلكم فيها على المشتريات تاع البيبي من حيث البيسة ولكن الاساسيات فقط لانو البيبي ما يحتاج البيسة كثيرة كي يكون صغير باش يعني ما توقعوش في الاخضاء اللي وقعت فيها انا في اول تجربة لي كين عيدت امور شريتهم وما استعملتهمش كامل فحاولت نخص لكم الامور اللي راح يستعملهم المولود الجديد بكثرة الباقي كل واحد ومقدوره نقولكم هنا دمتم في رعاية الله وحفظه ما تنسونيش بالواجب فضلا وليس امرا سلام سلام